ورجعنا لكم من الفاصل مرة تانية ان شاء الله نكمل مع بعض الموضوع اللي احنا كنا بدأنا نتكلم فيه احنا كنا بدأنا نتكلم عن العلاقة الكيميائية للمعادن او التركيب المعدني الكيميائي وقلنا مع بعض ان المعادن بتنقسم لنوعين بفكركم بقى كده علشان نقدر نكمل قلنا ان المعادن بتنقسم الى نوعين في معادن سميناها معادن عنصرية بتكون من عنصر واحد وفي معادن بتتكون من عدة عناصر طيب كنا بدأنا نتكلم عن موضوع العناصر بفكركم ان احنا قلنا ان احنا لقينا عندنا على سطح الارض حوالي مية او مية ستة عنصر بتكون معظم سخور القشة الارضية بس احنا عندنا رقم غريب شوية برضه هنجد انه كمان عناصر من المية دي هما اللي بيتكونوا حوالي تمانية وتسعين ونص في المية من معادن القشة الارضية تمن عناصر بس من المية هما بيتكونوا تمانية وتسعين ونص في المية وبقية العناصر اللي هما هيبقوا اتنين وتسعين عنصر تقريبا على الاقل دول بقى مشتركين مع بعض في الواحد ونص في المية من هذه العناصر طب نشوف مع بعض اهم هذه العناصر اللي موجودة على سطح القشة الارضية اذا احنا بصينا هنا هنجد ان احنا عندنا العناصر دي بتبدأ بعنصر الاكسوجين تمام وزي ما احنا شايفين هو بيكون ستة واربعين وستة من عشرة في المية من معادن القشة الارضية بيأتي بعض دي عنصر السيليكون اللي هو بيكون حوالي سبعة وعشين سبعة من عشرة في المية معنى ذلك و هنجد انه العناصرين الاولانين دول الى الكسوجين والاسيليكون الاتنين دول لوحدهم بيكونوا تقريبا تلات ترابع معادن القشة أرضية الكسوجين والاسيليكون بتاعتى يبقى بعد كده نسبة اخرى من المعادن زى الالومنيوم بنسبة الـ 8F ثم الحديد بنسبة 5A ثم الكالسيوم 33W ثم بعد ذلك بقية العناصر زي السوديوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم بنسب ما بتزيدش عن 2.8 إلى 2.1 من 10 إذن ده معناه أن العناصر دي هي اللي بتشكل الغالبية العظمة من المعادن وخاصة أول عنصرين اللي هما الأكسوجين والسيليكون زي ما حضراتكم شفتم معاه في الجدول اللي هما بيشكلوا حوالي أكتر من 3 تربع معادن القشرة الأرضية أما باقي العناصر زي ما اتفقنا مع بعض اللي هما حوالي 92 عنصر تقريبا ما بيكملوش مع بعض حوالي 1.5% من معادن القشرة أرضية عظيم طيب المجموعات المعدنية بقى المجموعات المعدنية يعني المعادن اللي موجودة على سطح الأرض دي هل كلها منتشرة زيها بعض قلنا بالتأكيد لأ احنا نجحنا فإن احنا نقسم هذه المعادن زي ما هو باين قدام حضراتكم في الجدول كده بنقسم هذه المعادن إلى مجموعات معدنية ولتبناها ترتيب تنازلي بمعنى أنه المعادن اللي موجودة في أعلى الجدول من فوق هي دي الأكثر انتشارا أو أكثر شيوعا أما من معادن اللي موجودة في أسفل الجدول فهي الأقل شيوعا أو أقل انتشارا فبتأتي على رأس هذه المجموعات المعادن السيليكاتية زي ما احنا شايفين كده تمام ثم بعد ذلك تأتي معادن الكربونات ثم الأكاسيد ثم الكابريتات ثم الكابريتيدات ثم أخيرا المعادن العنصرية المنفردة المعادن العنصرية المنفردة اللي احنا تكلمنا عنها اللي هي بتكون من عنصر واحد زي الدهب والكابريت والنحاس والجرافايت والماس هو ده التوزيع أو الترتيب التنازلي للمجموعات المعدنية هو ده الترتيب التنازلي للمجموعات المعدنية قلنا أكتر حاجة معادن السيليكات وأقل حاجة انتشارا هي المعادن العنصرية المنفردة أرجو ان احنا نكون ادينا فكرة مبسطة كده عن المعادن اللي موجودة على سطح الأرض واللي بتكون معظم سخور القشة أرضية واللي انا بعتبره كلام مهم جدا ويعتبر مقدمة مطلوبة جدا جدا لان احنا هنبتدي نتكلم عن الصخور هنبتدي نتكلم عن الايه؟ الصخور لو انت بدأت تتكلم عن الصخر وحبينا نعرف تعريف للصخر قالك الصخر هو جسم طبيعي صلب الصخر هو جسم طبيعي صلب وهو اللي بيكون القشرة الأرضية وهو اللي بيكون القشرة أو صخور القشرة الأرضية وهنجد انه الصخور دي بتنقسم إلى ثلاث أنواع زي ما كلنا عارفين صخور نارية وسخور رسوبية وسخور متحولة صخور نارية وسخور رسوبية وسخور متحولة طيب لو احنا بصينا هنا هنجد ان الصخر ده زي ما قلنا في التعريف بتاعنا ان هو جسم طبيعي صلب في الغالب بيتكون من عدة معادن لكن زي ما قلنا مع بعض قبل كده في بعض الصخور ممكن يتكون من معدن واحد في بعض الصخور ممكن يتكون من معدن ايه واحد انا سامي واحد بقول لي مثل انت قلتلنا ان الحجر الجيري هو بيتكون من معدن واحد اللي هو معدن الكلسايت وجبتلنا مثال قبل كده وقلتلنا انه الجرانيت بيتكون من ثلاث أنواع من المعادن عظيم طيب بما ان كل صخر بيتكون من مجموعة مميزة من المعادن فبالتالي يبقى كل صخر له تركيب كيميائي يميزه له تركيب كيميائي ايه يميزه هو عن باقي الصخور طيب لو احنا بصينا هنا عايزين نعمل مقارنة كده سريعة ما بين الثلاث أنواع من الصخور اللي موجودة عندنا على سطح الأرض فهنجد النوع الاولاني من الصخور اللي هو صخور النارية اللي هو صخور النارية لو احنا بصينا على الصخور النارية طبعا اكيد الصخور دي كلنا عايزين نعمل بتكون ازاي هي بتكون من تصلب الصهير او تجمد الصهير او تبلر الصهير يعني الصهير او المجمة او اللافا طبعا الصهير ده كلمة بتطلق على المادة السائلة اللي بتخرج من باطن الارض اللي بتبقى درجة حراراتها عالية جدا بتبقى ما بتقلش عن 1200 درجة موية بس هي بيطلق عليها كلمة مجمة لما تبقى موجودة في بطن الارض ولما تخرج على السطح بتعرف باسم اللافة بتعرف باسم الايه اللافة اول ما الصهير ده بيتبلر بيبتدي يتكون لي الصخر الناري وطبعا الصهير ده ممكن يتبلر يعني في جوف الارض شوية او على السطح او بالقرب بين السطح هنتكلم عن الكرام ده بعدين لكن انا يهمني للوقت نبص على الجدد عشان نشوف ايه اهم الخصائص اللي بيتميز بيها الصخر الناري اول حاجة الصخور النارية صخور متبلرة صخور متبلرة يعني ايه صخور متبلرة يعني صخور تكونت نتيجة تبريد الصهير او تبلر الصهير طبعا هي صخور غير مسامية يعني ايه صخور غير مسامية يعني ما فيهاش بورز تعمل على تسريب المياه يعني لا يمكن انها تحتفظ باي نوع من انواع السوائل كمان لا تحتوي على حفريات لا تحتوي على حفريات لان احنا اتفقنا مع بعض انه السخور النارية هي بتتبلر من الصهير فما افتكرش انه ممكن لو الصهير ده جاء على اي كأن حي ممكن يبقى ليه اي بقايا بعد كده اعتقد البقايا دي او الكأن ده هيتبخر اساسا وبالتالي استحالة نجد حفريات داخل السخور النارية عظيم جدا طيب هل ممكن نعرف عنها بعض الامثالة اقولك طبعا عندنا صخرة جرانيت عندنا صخور البازالت عندنا صخور الاندزايت وصخور الاندزايت دي تحديدا اطلق عليها هذا الاسم لانها بتكون القوام الاساسي للجبال الانديز في قارة امريكا الجنوبية يبقى صخور الجرانيت والاندزايت والبازالت دي بتعتبر من اهم انواع الصخور النارية يبقى هي صخور متبلرة غير ما سمية لا يوجد فيها حفريات ده اهم ما يميز الصخور النارية طيب تعالوا بينا نشوف الصخور التانية اللي هي صخور رسوبية صخور رسوبية تمام؟ هنجد ان هذه الصخور بتتكون نتيجة وجود عوامل التعرية واحنا عندنا جزء خاص هنتكلم عن طريقة تكوينها لكن مفيش ما يمنع ان احنا ندي فكرة هنقول ان عوامل التعرية بتقوم بنحت وتفتيت الصخور ثم نقلها وترسبها في اماكن اخرى وبعدين هذه الصخور او هزي المفاتتات عندما تتراكم فوق بعضها بتتكون بينها مادة لحمة ويتكون الصخر الرسوبي طيب لما ننجي نبص على الخصائص اللي بتميز الصخور رسوبية قال لك عكس تماما الصخور النارية يعني اذا انت بصيت معايا كده هنجد انها بتتكون على هيئة طبقات طبقية يعني بتتكون على هيئة طبقات احنا قلنا ان الصخور النارية كانت كتلية او وعبارة عن كتلة واحدة ومتبلرة الصخور الرسوبية غالبا مسامية طب انت بتقول غالبا ليه مصر طب ما هي اما مسامية اما غير مسامية اقول لك يا بالتأكيد طبعا فيها مسام ولكن هذه المسام هيختلف حجمها على حسب نوع التكوين على حسب نوع التكوين فزا ما احنا شايفين في الامثلة اللي تحت عند الحجر الرملي وعند الحجر الجيري وفيه حجر الطيني هنجد ان دي كلها عبارة عن امثلة للصخور الرسوبية وبالتأكيد حجم المسام اللي موجود في كل منهم يختلف عن الاخر نظرا لاختلاف حجم الحبيبات نظرا لاختلاف حجم الحبيبات يبقى احنا عندنا الصخور الرسوبية هي صخور بتوجد على هي الطبقات لنمرة واحد نمرة اتنين صخور مسامية نمرة تلاتة بتحتوي على حفير او حفريات ويمكن في فقرة سابقة انا اتكلمت عن الحفريات اللي احنا بلاقيها في الصخور الرسوبية وقلتلك ان دي افضل نوع من الحفريات اللي انت ممكن تعتمد عليه في دراسة تاريخ الارض ومعرفة اهم الاحداث الجيولوجية اللي حصلت فيها لان حتى الحفرية اللي ممكن تبقى موجودة في الصخور الرسوبية احنا اطلقنا عليها اسم الحفرية المرشدة واللي انا اتكلمت معاك عنها قبل كده وقلتلك ان لازم تتمتع بانتشار غرافي واسع ومدى زمني محدود فايزا الصخور الرسوبية لها اهمية كبيرة جدا في ان احنا بنتعرف بيها اهمية علمية جيولوجية في ان احنا نتعرف بيها ومن خلالها ومن خلال الحفريات اللي بتحتوي عليها على تاريخ الارض على تاريخ الارض ده اهم مما يميز الصخور الرسوبية وبالتالي بقى احنا كده فهمنا وجه الاختلاف ما بين الصخور النارية والصخور الرسوبية هننتقل للنوع التالت من انواع الصخور وهي الصخور المتحولة وهي الصخور المتحولة طيب هو يعني ايه صخر متحول قالك هو صخر كان حاجة وبقى حاجة يعني كان نوع وتغير لنوع تاني طب هو ممكن ليه الصخور تتغير او تتحول قالك الصخور تتغير او تتحول عندما تتعرض لضغط وحرارة يعني اذا تعرضت لضغط او الحرارة جديدة جدا وضغط فان ذلك يؤدي الى تغير طبيعتها ويتكون نوع اخر من الصخور بخصائص مختلفة بخصائص ايه مختلفة طب الخصائص دي هتبقى مختلفة تماما عن النارية والرسوبية اقولك لا بالتأكيد هي هتبقى مختلفة من الاتنين لان الصخرة متحول قد يكون متحول من اصل ناري وقد يكون متحول من اصل رسوبي يعني ممكن النار او رسوبي هتحول وهنشوف بعد كده في دورة الصخور اللي احنا هنتكلم عنها طب عظيم وعشان كده هنجد ان الخواص بتاعة الصخور المتحولة ممكن تجمع ما بين الخواص بتاعة الصخور النارية والخواص بتاعة الصخور الرسوبية فزي ما احنا شايفين قدامنا كده هنجد انها متبلرة في الغارب غير مسامية وقد تحتوي على حفريات بس خد بالك الحفريات التالية حفريات مشوهة نظر لتعرضها لضغوط شديدة وحرارة شديدة في باطن الارض يمكن من اهم الامثلة على الصخور المتحولة صخر الرخام وصخر الرخام هو صخر متحول من الحجر الجيري بالحرارة وطبعا كلنا عارفين ان الحجر الجيري كان بيكون معدن واحد بس وهو معدن الكلسايت وهنلاحظ ان الرخام ايضا يتكون من الكلسايت وكلنا عارفين استخدامات الرخام فكلنا بنستخدمه في اعمال البناء والتشهيد وتزيين المباني اللي احنا عايشين فيها ده كده اهم الفروق اللي بتفصل ما بين كل نوع من انواع السخور الثلاثة انا سامع دروقات حد بيقوللي طب ما هو ده معناه ان الثلاث انواع من السخور دي اللي هم علاقة ببعض يعني انت قلتلي ان الصخر الناري هو تكون نتيجة تبلر الصهير يبقى فيه لافا طلعت على سطح الارض او حتى مجمة موجودة في بطن الارض وبرده فهنجد ان حصل لهم تبلر وبعدين لما حصل التبلر تكونت صخور النارية عظيمي بدأ كده اول نوع من انواع الصخور طيب النوع التاني اللي هو صخور السوبية قلتلي يا مستر انه صخور السوبية دي تكونت بان عوامل التعرية وعوامل التاجوية تمام نجحت في نهاية فتت صخور النارية وبعدين شالت المفتتات ونقلتها ورسبتها في مكان اخر وبعدين نتيجة التضاغط اللي حصل او الضغط اللي حصل على الرواسب دي ده ادى الى انها تكونت صخور السوبية اذا في علاقة بين الرسوبية والنارية اقولك مضبوط هتقولي طب ما تصخور المتحولة ممكن تكون متحولة اما من اصل ناري اما من اصل صخور انت عايز تقولي ايه عايز اقولك ان التلات انواع من الصخور الحقيقة لهم علاقة وفيه عالم جيولوجي اسمه جيمس هاتون اسمه جيمس هاتون هو اول واحد اكتشف العلاقة ما بين التلات انواع من الصخور واللي احنا حابين ان احنا نوضعها في الرسم التخطيطي اللي ظهر قدامكم فيما يعرف باسم دورة الصخور في الطبيعة دورة الصخور في الطبيعة بتبدأ من وجود المجمى في باطن الارض دورة صخور في الطبيعة بتبدأ من وجود المجمى سبق وعرفتلك المجمى قبل كده وقلتلك المجمى هي عبارة عن الصهير او المواد المنصهرة اللي موجودة في باطن الارض ولما تطلع على السطح بنسميها لافا لما تطلع على السطح بنسميها ايه لافا طب يعني هل فيه اختلاف بين المجمى واللافا اقولك طبعا يعني هي لما تكون موجودة في باطن الارض بتبقى موجودة تحت ضغط وحرارة معينة فبالتالي بتكتسب خواص محددة لما بتطلع على السطح اكيد بتتخلص من الضغوط والحرارة دي فبكل تأكيد الخواص بتاعتها بتختلف عشان كده كان لازم نغير التسميها بتاعتها من مجمى في باطن الارض الى لافا على سطح الارض نرجع تاني لدورة السخور لانه المجمى اللي اتحركت من باطن الارض الى السطح هنجد انها بدأت يحصل لها عملية تبريد بدأ يحصل لها عملية ايه تبريد وبالتالي بدأت تتكون السخور النارية تمام نرجع تاني للدورة او الرسمة اللي موجودة عندي فبنقول ان المجمى بتنطلق الى سطح الارض فبيحصل لها تبريد هذا التبريد بيؤدي الى تكوين السخور النارية بعد ما بيحصل التبلر عظيم طيب السخور النارية بعد ما تكونت على السطح كده هتبتدي تشتغل عليها عوامل التعرية والتجوية اللي هي عوامل النقل والترسيب او التفتيت والنقل والترسيب زي ما هو واضح قدامنا وبالتالي ده هيؤدي الى تفتيت هذه السخور وتكوين مفتتات او رواسب يتم القاءها على سطح الارض في اماكن اخرى لان عوامل النقل زي الرياح وزي الانهار وزي الديحار زي يعني دي امثلة مختلفة هنكلم معناها تحديدا بعد كده هنجد انها بتفتيتها من مكان ثم تنقلها وتقوم بترسيبها في مكان اخر مكوناتا هذه الرواسب طيب و بعدين بعد ما يحصل عملية الترسيب بتأتي المرحلة اللي بعد كده اللي احنا بنسميها مرحلة التحجر او التصلب حيث ان عمليات الترسيب لعدة ملايين من السنين عمليات الترسيب لعدة ملايين من السنين بيؤدي الى تراكم طبقات فوق بعضها فتبتدي الطبقات اللي فوق تضغط على الطبقات اللي تحت فتتكون بينها مادة لحمة وتتحضر هذه المفتاتات والرواسب مكونة الصخور الرسوبية زي ما احنا هنشوفها دلوقتي الصخور الايه الرسوبية اللي هتكون نتيجة التحجر اللي حصل لهذه الرواسب طب عظيم بعد الصخور الرسوبية ما تكونت نتيجة التحجر او التصلب ده هتبتدي بقى يحصل حاجة من اتنين اما ان الصخور الرسوبية او حتى الصخور النارية عفوا الصخور الرسوبية او حتى الصخور النارية ممكن اي واحدة فيهم تتعرض لضغط وحرارة ممكن اي واحدة فيهم تتعرض لضغط وحرارة هتكون ايه النتيجة ايوانا سامح حد بيقول لي هتتكون الصخور المتحولة لانه الصخور المتحولة تكونت نتيجة الضغط والحرارة اللي جات على الصخور سواء كانت النارية او الرسوبية يبقى الصخور النارية والصخور الرسوبية إذا أي واحدة فيهم تعرضت إلى ضغط وحرارة هنجد أن ده هيؤدي إلى تكوين الصخور المتحولة عظيم جد طيب و بعدين بعد ما هتتكون الصخور المتحولة قال لك احتمال بقى كبير جدا وده بيحصل في المناطق اللي بيكون فيها عدم استقرار في صخور القشرة أرضية يعني القشرة الأرضية ضعيفة وبدأ يترسب عليها كميات ضخمة من الرواسب فالضغط بتاعها هياخد هذه الرواسب وتنزل بها لتحت فده هيؤدي إلى أنها تغوص في القشرة الأرضية يعني ده معنى أنها وصلت للمناطق الجوفية في باطن الأرض ذات الحرارة المرتفعة فهيحصل لها انصهار عشان تتكون مجمة جديدة عشان تعيد الدورة نفسها من أول وجديد إذن بالفعل استنتاجك كان صحيح من البداية أن التلات أنواع من الصخور لهم علاقة قوية جدا فكل منهم يسلم إلى الآخر فكل منهم يسلم إلى الآخر فيما يعرف باسم دورة الصخور في الطبيعة اللي أرجو أن أكون وضحت العلاقة كويس ما بين التلات أنواع من هذه الصخور عظيم هننتقل بعد كده إلى الحديث عن كل نوع لوحده من هذه الصخور وهنبدأ أولا بالصخور النارية وهنبدأ أولا بالصخور النارية زي ما إحنا هنشوف دلوقتي كده قدامنا الصخور النارية بتتكون نتيجة تصاعد اللافا من البراكين على سطح الأرض نتيجة تصاعد اللافا من البراكين على سطح الأرض واضح أن قدامنا شكل بيمثل البركان وواضح أن أنا عندي هنا في أجزاء من هذه البراكين يعني المجمل اللي موجودة في باطن الأرض زي ما إحنا شايفين كده الجزء ده بيندفع من تحت الأرض تمام بالمنظر ده ففيه جزء منه هيبرد أو هيتصلب في باطن الأرض مكونة صخور النارية جوفية لكن فيه جزء تاني هيخرج إلى السطح مكونة صخور النارية سطحية إذن صخور النارية تكونت من تبريد الصهير في باطن الأرض اللي هو صخور المجمة أو صهير المجمة أو إذا طلع إلى سطح الأرض يبقى اللافا طيب لو إحنا بدأنا نتكلم عن تكون هذه الصخور النارية تكون هذه الصخور النارية هنتابع مع بعض فيلم كده وهنبتدي نشرح عليه كيف تتكون هذه الصخور النارية تعالوا بينا نشوف الفيلم ده اللي هيوضح لي تكوين هذه الصخور زي ما احنا شايفين هنجد أن دي صورة بتوضح الجزء بتاع المحيط الهادي تمام المحيط الهادي دي بتعتبر مناطق زي ما احنا شايفين كده حوالين منها حلقة لونها أحمر ده بتوضح حلقة النار العالمي اللي هي بتعتبر من أهم مناطق الزلازل والبراكين فترة زمنية معلش نرجع تاني هنجد أن احنا عندنا براكين خامدة زي البركان ده كده هنجد أن البركان ده بركان خامد يعني ايه بركان خامد يعني هو بيثور لمرة واحدة بس ثم ينطفق إلى الأبد وده هنجد أن معظم براكين القشة أرضية من هذا النوع معظم براكين القشة أرضية من هذا النوع هنجد النوع التاني من البركين اللي هو البركان الثائر أو النشط اللي هو متقطع النشط بيسموه اللي هو بيثور أحيانا ثم ينطفق أحيانا أخرى أما النوع الثالث من البراكين فهو البركان دائم النشاط فهو البركان دائم النشاط زي ما احنا شايفين قدامنا في الشكل الثالث إذن نعود كده مع بعض تاني هنجد أنه هذه البراكين هي اللي تسببت في تكوين الصخور النارية على سطح الأرض طيب هننتقل بعد ذلك إلى إيه هي أنواع الصخور النارية إيه هي أنواع الصخور النارية إذا احنا بصنا هنا على الصخور النارية احنا ممكن نقسمها كذا نوع والحقيقة احنا استخدمنا عدة قصص اخد بالك لما بنقوم بتقسيم أي حاجة في الدنيا لازم هذا التقسيم يبقى معتمد أو مبني على أساس لما جينا نقسم الصخور النارية احنا وجدنا أن احنا عندنا أساسين ممكن لاعتماد عليهم في تقسيم الصخور النارية طيب إيه هو الأساس الأولاني؟ الأساس الأولاني هنشوف كده مع بعض اللي هو بيعتمد على مكان التبلر أو مكان التبريد احنا اتفقنا مع بعض أن المجمة زي ما وردتكم قبل كده في الفيديو أن المجمة ممكن وهي مندفعة من تحت الفوق من باطن الأرض إلى سطح الأرض ممكن جزء منها يبرد في جوف الأرض تحت وفيه جزء منها يكمل شوية ويبرد تحت السطح مباشرة لكن فيه جزء هو اللي بينطلق إلى السطح مع البراكين عشان كده احنا عندنا الثلاث أماكن ممكن يحصل فيهم التبريد والتبلر على سطح الأرض عشان كده قسمنا الصخور النارية بناء على هذا التأسيم أو بناء على هذا الأساس بناء على هذا الأساس قسمناها إلى صخور نارية جوفية أو بطنية يعني وصخور جوفية متدخلة وصخور نارية سطحية بسخور نارية جوفية وصخور نارية متدخلة وصخور نارية سطحية أو بركانية دي تلت أنواع من الصخور النارية على حسب مكان التبريد طب ممكن نجيب مجموعة من الأمثلة أه طبعا ممكن نجيب يعني مثلا لو احنا تكلمنا على صخر ناري جوفي قالك من أشهر أنواعها صخر الجرانيت من أشهر أنواعها صخر الجرانيت تمام؟ اللي بيستخدم طبعا في أعمال البناء المختلفة ده صخر ناري جوفي طيب من أشهر أنواع الصخور النارية المتدخلة تمام؟ صخور الانديزايت اللي أنا سبق وقتلك إنها بتكون القوام الأساسي لسلاسة جبال الانديس في أمريكا الجنوبية النوع التالت من الصخور النارية السطحية يمكن من أهم أنواعها صخور البازلت صخور البازلت اللي بتستخدم في أعمال رصف الطرق اللي هو لونه أسود ده تمام؟ يبقى احنا عندنا التلات أنواع من الصخور دي على حسب مكان التبلر نرجع تاني كده نبص على الشاشة عشان نعرف إيه الأساس التاني اللي انقسمت إليه أو اللي بناءنا عليه تم تقسيم الصخور النارية قال لك الأساس التاني على حسب التركيب المعدني والكيميائي للصخر على حسب التركيب المعدني والكيميائي للصخر والحقيقة إن الأساس ده اعتمد على نسبة السيليكا اعتمد على نسبة إيه؟ السيليكا أولا لو إحنا بصنا هنا هنجد إن الصخور النارية على حسب التركيب المعدني والكيميائي اتقسمت الى اربع انواع سخور نارية قاعدية وسخور نارية فوق قاعدية وسخور نارية متوسطة وسخور نارية حمضية سخور نارية ايه والتاني قاعدية وفوق قاعدية تمام وبعدين عندي المتوسطة وبعدين الحمضية اذا احنا بصنا هنا على الترتيب اللي عندي ده هنجد ان السخور النارية هنبدأ الاول بالفوق قاعدية لان نسبة السيليكة فيها اقل من 45% ما. ركز معها كده في التكتيبة دي. على شان خاطر احنا هنتصاعد مع بعض بنسبة السلكة. يعني لو انت بسيت على الصخور الل facade فوق قاعدية نسبة السلكة بتاعتها قليلة اوي. نسبة السلكة بتاعتها قليلة جدا. فنسبة السلكة بتاعتها اقل من 45 في المان. الصخور الل facade القاعدية نسبة السلكة فيها من 45 د weight z 2019 ونسبة لغاق 40 ال 55 test financer طيب الصخور النارية المتوسطة هنجد ان نسبة سيلكة فيها من 55 ل66% من 55 ل66% اما اخر نوع من الصخور النارية اللي هي الحمضية فهنجد ان نسبة سيلكة فيها هنجد انها اكتر من 66% طيب لو احنا بصينا على النوعين الاولانيين اللي هما في اليمين دول اللي هما القاعدية والفوق قاعدية هنجد ان لونهم بيتميز بان لونهم غامق يتميز بأن لونهم غامق بيميل الى لون الاسود أو الرمادي الغامق وده نظرا لارتفاع نسبة الحديد في السخور النارية القاعدية والفوق القاعدية سخور الكوماتايت سخور البريدوديت سخور البازالت سخور الجابرو هنجد ان كل دي انواع من السخور النارية القاعدية والفوق قاعدية ولونهم بيبقى غامق بيميل الى الاسود كده شوية نظرا لارتفاع نسبة الحديد في هذه السخور طيب السخور المتوسطة الحقيقة هي اسمه على مسامة اولا هو نسبة السلة كافية من 55-66 هي نسبة متوسطة دي نمرة واحد نمرة اثنين هنجد ان لونها ايضا متوسط يعني ايه لونها متوسط دي يعني لا هي فتحة اوي ولا هي غامة اوي وده نظرا لانها تحتوي على نسبة قليلة شوية من الحديد مع ارتفاع نسبة الكوارتز فيها والكوارتز من المعادن اللونها شفاف او ذات الالوان الفتحة فبالتالي هنجد ان لونها متوسط يعني اللي هي غامة او اللي هي فتحة هننتقل بقى لاخر نوع من انواع صخور النارية اللي هي اللي نسميناها صخور النارية الحمضية على حسب تركيب المعدن والكيميائي فهنجد ان الصخور دي بتتميز بان هي صخور لونها فتح وده نظرا لانخفاض نسبة الحديد جدا في هذه الصخور وارتفاع نسبة الكوارتز هي بتحتوي على كوارتز بنسبة 25% بتحتوي على كوارتز بنسبة 25% وده معناها انها دي نسبة عالية جدا اذا ملخص الصفحة اللي قدامنا دلوقتي واللي انا حابب ان احنا نبص عليها تاني كويس بتقول ايه؟ بتقول ان احنا لما جينا قسمنا الصخور النارية اعتمدنا على اساسين في التأسيم في اساس اعتمد على مكان التبريد ولو حد سألني ليه اعتمدنا على الاساس ده؟ لان الحقيقة ان مكان التبريد ده هيقصر في سرعة التبريد يعني معدل فقد الحرارة بالنسبة للمعدن او للصخر وده معناها انه هيقصر في نوع النسيج يعني انت لو بصيت هنا شايف انت معايا الصخور النارية الجوفية دي اللي هي البطنية هنجد ان احنا بتسميها صخور صخور نسيجها خشن ليه نسيجها خشن؟ لان بلوراتها كبيرة طرب العين المجردة لانه الحقيقة لما الصخور دي بردت في باطن الارض معدل التبريد كان بطيء فده ادى فرصة لتجمع عدد كبير من الايونات على مركز التبلر وده معناه انه بدأ يكون لي بلورات كبيرة الحجم يبقى الصخور النارية الجوفية بتتميز بان هي ذات نسيج خشن على عكس الصخور النارية السطحية اللي هي بردت على سطح الارض من فوق لانه المفروض ان الصخور دي التبريد بتاعها كان سريع ولسيامة بقى لو البركان ده كان في منطقة جليد او في البحر فمعدل التبريد هيبقى أسرع طب معدل التبريد السريع ده ده هيخلي الايونات متلحقش تتجمع على مركز التبلر فده معناه ان عدد قليل من الايونات هيكون لي بلورة وده معناه ان البلورة دي هتبقى دقيقة او صغيرة الحجم عشان كده قالك ان الصخور النارية البركانية او السطحية بيطلق عليها اسم النسيج الزجاجي الناعم واحيانا يطلق عليها اسم عديم التبلر تمام؟ اما الصخور بقى اللي هي لبردت في الجوف ولا بردت فوق يعني بردت متدخلة مع صخور القشة الارضية يعني فضلت تطلع تطلع على غاية يعني قرب السطحة كده وبعدين تدخلت مع صخور القشة الارضية هنجد ان الصخور دي بيطلق عليها اسم صخور النارية المتدخلة والنسيج بتاعها اطلق عليها اسم نسيج نسيج بروفيري نسيج بروفيري يعني ايه نسيج بروفيري دي؟ قالك يعني هو نسيج ميكس وسط كده ما بين بلورات كبيرة الحجم تكونت لما الصخر كان بيبرد تحت وبعدين تكونت حوالين منها بلورات اصغر حجما لما الصهير طلع الى فوق شوية والتوليد بها اسرع فاصبح في بلورات كبيرة وسط ارضية من بلورات اصغر وعشان كده بيسموها نسيج بروفيري ويمكن ده اهم ما يميز السخور الاندي زيتية سخور الاندي زيتية تمام ده كده اذا اتكلمنا عن مكان التابلور اما اذا احنا اتكلمنا على نوع تكون المعداني كمية اذا ما اتفقنا مع بعض فاحنا قلنا فيه عندي فوق قاعدية وقاعدية ومتوسطة وحمضية والفرق ما بينهم في نسبة الحديد ونسبة السيليك تمام تعالوا بقى نبتدي نتكلم نشوف كده مع بعض معانا فيلم كده تسجيلي مهم جدا عايزين نبص عليه ونبتدي نتعرف على اهم ما يتحدث عنه هذا الفيلم يعني زي ما احنا شايفين قدامنا دي انواع من السخور الناري كوماتيت وبازلت ده اللي بيستخدم في رصف الشوارع الجابرو سخور الجابرو سخور الناري جاوفي والاندي زيت زي ما احنا شايفين نقف هنا شوية نرجع كده تاني لو احنا بصينا على الاندي زيت تحديدا السخور ده انا كنت عايز نبص عليه كويس لانه زي ما احنا شايفين هو فيه بلورات كبيرة تمام اه ومعه بلورات كمان صغيرة زي ما احنا شايفين هون قدامنا ادي فيه زي ما احنا شايفين بلورات كبيرة الحجمة هي وفيه بلورات تانية اصغر حجما فعشان ده اللي احنا بنسميه سخور او النسيج البروفيري زي ما احنا شايفين كده بصخور الاندي زيت تمام بعد كده عندي الاوبسيديان كمان عندي صخر الجرانيت المستخدم في اعمال بناء كل دي انواع من الصخور النارية المختلفة اللي تكونت على سطح الارض تمام انواع خد بالك معي علشان تبقى انت فاهم احنا تكلمنا عن الانواع سواء كانت جوفية او بركانية او متدخلة او قاعدية وفوق قاعدية كل دي انواع لكن الصخور النارية دي لما بتبتدي تتكون يا ترى ايه اهم الاشكال اللي بتظهر بيها هذه الصخور نبص كده مع بعض على الشكل اللي هيظهر قدامي دلوقتي تمام هنجد ان احنا عندنا الصخور النارية زي ما احنا شايفين في مجمى اللي هي لونها احمر اللي تحت دي تمام وفي المجمى دي بتندفع زي ما احنا شايفين يا اما بتطلع على السطح زي ما احنا شايفين مع البركان ده يا اما بتتكون متداخلة مع صخور القشرة الارضية طيب تعالوا نشوف بقى كده مع بعض اهم انواع هذه التكونات او هذي الاشكال اول شكل من اشكال الصخور النارية الجوفية يعني اللي تكونت في الباطل حاجة اسمها الباثولايس حاجة اسمها ايه الباثولايس شايفين الجزء ده طبعا الباثولايس هو اكبر انواع الصخور النارية المتداخلة او او صخور النارية الجوفية ايه اسم اللي بتكون في باطن الارض طيب هنجد ان الصخور الجوفية دي بقى تمام زي ما اتفقنا مع بعض هي بتندفع لاعلى زي ما احنا شايفين طيب لو هي اندفعت بالشكل ده شايفين الشكل ده اللي هو بيسموه قاطع وفي بعض الاحيان يطلق عليه كلمة عرق تمام لو هو اندفع من اسفل لاعلى وقطع عدة طبقات زي ما احنا شايفين كده فده بيطلق عليه كلمة قاطع او عرق اما اذا اندست هذه المجمة موازية للطبقات زي ما احنا شايفينها كده في الجزء ده فده بيسموه جدد فده بيسموه ايه جدد يبقى احنا عندنا حاجة اسمها باثولايس عندنا حاجة اسمها قاطع عندنا حاجة اسمها جدد طيب الباثولايس والقاطع او العرق والجدد دي تعتبر مجمة عادية يعني متوسطة اللزوجة اما اذا المجمة دي كانت من النوع اللي هو عالي اللزوجة مجمة لازجة يعني فهنجد انها لما هتتجمع في الجزء ده شايفين كده جزء ده مع بعض بدأت تتجمع مبين طبقات القشة ارضية وبدأت تضغط على الطبقات التي تعلوها بدأت تضغط على الطبقات التي تعلوها مكونة طاية محددة مكونة طاية ايه محددة دي اللي احنا بنسميها اللاكولايس او القبة المعدولة اللاكولايس او القبة ايه المعدولة خد بالك معنا قلتلك انها تتكون من مجمة عالية اللزوجة من مجمة عالية الايه اللزوجة اما اذا كانت المجمة دي منخفضت اللزوجة اما اذا كانت المجمة دي منخفضت اللزوجة فهنجد انها هتتجمع ما بين الطبقات وتضغط على ما يقع اسفلها من طبقات مكونة طاية مقلوبة او طاية مقعرة فبنسميها في الحالة دي لوبولايس ففي الحالة دي بنسميها ايه اللوبولايس لما فيه حاجة عندي اسمها لاكولايث او القبة المعدولة وده بتكون مجمع علية اللزوجة او فيه حاجة اسمها اللوبولايس اللي هي القبة المقلوبة طيب كل ده اشكال الاسخور النارية تكونت في بطن الارض اخد بالك يبقى الباثولايس والقاطع والجدد واللاكولايث واللاكولايث كل دي اشكال سخون نارية جوفية طيب املل على السطح بقى قالك لا ده دي بتكون من اللافا ودي بتكون بعد البراكين ما بتحصل وهنجد انه اللافا دي لما بتطلع على سطح الارض هنجد انها بتتكون على السطح كده بالشكل ده وبتاخد هذا الشكل بتتفرش على سطح الارض وكونة اشكال زي المخدات او الحبال اللي موجودة على سطح الارض ده كده بالنسبة لأهم انواع واشكال الصخور النارية لأهم انواع اشكال الصخور الايه؟ النارية ارجو ان احنا نكون ادينا ولو لمحة كده بسيطة عن الصخور النارية وعرفنا اهم انواعها هننتقل بعد ذلك نتكلم بقى عن الصخور الراسوبية طيب بفكرك ان الصخور الراسوبية هي بتعتبر واحدة من اهم انواع الصخور على سطح الارض هتقول لي ليه مصر ليه هي مهمة اقولك نمرة واحد هي ليه اهمية اقتصادية ليه اهمية ايه؟ اقتصادية ليه؟ قالك في بعض انواع الموارد والمصادر بتاعت الطاقة لما تحب تدور عليها لازم تدور عليها في صخور الراسوبية طيب قول لي امثالة كده اقولك مثلا زي الفوسفات الفوسفات واحد من اهم المعادن اللي احنا بنستخدمها في العديد من الصناعات يمكن اهمها صناعة الاسميدة الفوسفاتية دي اهمها لكن طبعا بتخش في صناعة البيات بتخش في صناعة المفرقعات يعني لها استخدامات كتير جدا طيب لما تجي تبص علي الفوسفات هتجد ان هو عبارة عن بقايا كائنات حية ماتت واتدفنت في الصخور يعني اذا هي موجودة في الصخور الراسوبية طبعا عظيم لما نجي نتكلم على البترول والفحم والغاز الطبيعي كل دي عبارة عن موارد كل دي عبارة عن موارد هي في الحقيقة موجودة في الصخور الراسوبية يبقى هي لها اهمية اقصادية في نفس الوقت هي لها اهمية علمية سبق وقلت لك ان هي اللي تحتوي على الحفريات اللي بنستقدمها في دراسة الاعمار والاحداث الجروجية اللي حصلت لصخور القشى ارضية اذا هي صخور ذات اهمية كبيرة جدا ولازم نهتم بيها طب معنا فيلم تسجيلي كده تعال نشوفه بيتكلم عن الصخور الراسوبية بيتكلم عن تكوينها تعال نشوف مع بعض ايه اهم المحتوى اللي هيقدمه لي هذا الفيلم وانا هعلقلك عليه مع بعض نشوف كده مع بعض هنجد انه الصخور الرسوبية زي ما احنا شايفين كده هي بتكون حوالي 5% من صخور القشى ارضية تمام وهنجد ان بتنقسم الى عدة انواع هذا الصخور الرسوبية بتنقسم الى عدة انواع فيه صخور رسوبية فوتاتية تمام وفيه صخور رسوبية كيميائية وفيه بايو كيميائية طب بتكون ازاي زي ما احنا شوفنا مع بعض او زي ما احنا شايفين كده هنجد ان عوامل التعرية المختلفة زي البحار مثلا والانهار بتقوم بتفتيت صخور القشى الارضية ثم نقل الفوتات وترسيبه فيه احواض الترسيب الكبرى وبعدين لما الرواسب دي زي ما احنا شايفين كده بتتضاغط فوق بعضها هنجد ان بتتكون بينها مادة لاحمة وتبتدي الحبابات دي تتماسك مع بعض مكونة هذا النوع من انواع الصخور ارسوبية تمام ازاي احنا بدأنا نتكلم على الانواع المختلفة احنا قلنا فيه صخور رسوبية فوتاتية وفيه صخور رسوبية اوضوية وبيو كيميائية طبعا دي بتنتج من تحلل الكائنات الحية تمام اما الصخور رسوبية الكيميائية فهي بتنتج من دي كمان برضو انواع من الصخور البيو كيميائية في عندي انواع اخرى زي ما احنا شايفين كده قدامنا ايضا الصخور رسوبية الكيميائية اللي هي بتنتج من تبخر المحليل التي قد تحتوي على بعض المعادن والاملاح المعادن دي ما بتترسب بتكون لنوع من انواع الصخور رسوبية الكيميائية يبقى ايضا الصخور السوبية ثلاثة انواع في فوتاتية في كيميائية وفي بايو كيميائية طيب بننتقل بعد ذلك ان احنا نتكلم عن انواع الصخور السوبية زي ما احنا شايفين كده قدامنا هنجد ان الصخور السوبية احنا اتفادنا مع بعض ان احنا عندنا منها عدة انواع اول حاجة صخور السوبية الفوتاتية طيب لما نتكلم عن صخور السوبية الفوتاتية قال لك صخور السوبية الفوتاتية هي صخور العوامل التعرية نقلتها وهي في الحالة الصلبة يعني كانت عبارة عن مواد صلبة اثناء نقل العوامل دي لها زي الرياح مثلا ما بتنقل هذه المفتتات اهمها عندي رواسب الزلط وكمان رواسب الرمل دي صخور السوبية الفوتاتية طيب الفرق بينهم في حجم الحبيبات فهنجد ان رواسب الزلط حجم حبيباتها اكتر من 2 ملي اما رواسب الرمل فهي بتتراوح ما بين 2 ملي الى 2 و 6 مايكرون والمايكرون هو بيساوي 1 على 1000 من الملي اذا رواسب الرمل اقل حجما من رواسب الزلط بننتقل بعد ذلك الى رواسب الطين وهنجد ان رواسب الطين هي اقل حجما من الاتنين التانين فهنجد ان رواسب الطين حجم حبيباتها يمكن بيتراوح ما بين 2 و 6 مايكرون الى 4 مايكرون يعني حاجة متناهية الصقر عشان كده لو احنا بصينا هنجد ان الصخور اللي هي رواسب الزلط تبقى فيها مسام اكبر رواسب الرمل هيكون فيها مسام اقل شوية رواسب الطين بتكون المسام بتاعتها قليلة جدا 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 عشان كده لو تفتكر معايا انا قلتلك ان الصخور الرسوبية غالبا مسامية يعني هي في الغالب تبقى مسامية لكن في بعضها بتبقى المسام بتاعته ديقة جدا 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 بننتقل الى النوع التاني من الصخور الرسوبية انا قلتلك ان انت عندك صخور رسوبية فوتاتية وكمان عندك صخور رسوبية كيميائية طيب الصخور الرسوبية الكيميائية زى ما انا قلتلك هي تكونت ازاي؟ تكونت من تبخر المياه وبعدين بعد كده بدأت تترسب المحليل اللي كانت موجودة جوه المياه يمكن ان هم انواعها صخور الدولوميت وصخور الحجر الجيري طبعا دي عبارة عن مواد كانت ذائبة في المياه ثم بعد ذلك عندما تبخرت المياه ترسبت هذه الاملاح مكونة الصخور الرسوبية الكيميائية فيه كمان عندي صخور المتبخرات وهي برضو نتجة من تبخر المياه وترسب المحليل الحجر زى مثلا صخر ملح الطعام عفوا اللي هو صخر الهاليت وده اللي احنا بنحصل عليه بتبخير مية البحر يعني ده ملح الطعام اللي هو الكولوليدو السوديوم اللي احنا بنبخر المية تحت البحار وبترسب فبنحصل على هذه النوع من الصخور كمان عندي اخر نوع من انواع الصخور الرسوبية اللي ها الصخور الصوبية العضوية او البيو كيميائية زى صخور الفوسفات والطفل النفطي طيب صخور الفوسفات عفوا صخور الفوسفات عايزين اتكلم عنها شوية لانه دي واحدة من اهم انواع الصخور الرسوبية اللي بتحتوي على صروات عظيمة واحنا عندنا في مصر انواع ممتازة منها وكمية الانتاج بتاعتنا ممتازة من الفوسفات ده موجودة في هضروة بوترطور هنجد انها بقاية لكائنات حية بحرية فقرية كائنات حية بحرية فقرية كائنات بتعيش في بيئة بحرية ضحلة ملوحتها متوسطة او عادية ولما ماتت هنجد ان تكونت هذه الصخور ايضا بالنسبة للطفل النفطي وده بيطلق عليه اسم الصخور الكيروجين ودي برضو عايزين نتكلم عليه لانه واحد من الحاجات المهمة جدا اللي ممكن يكون لها استخدام في المستقبل ليه يا مستر لها استخدام في المستقبل ليه ما بنستخدمهاش دلوقتي قالك لان الطفل النفطي هو عبارة عن صخ روتيني بيحتوي على مواد هيدروكربونية في صورة شمعية صب والمواد الهيدروكربونية دي ممكن بتسخنها الى 488 درجة مقوية ان احنا نحولها الى نفط او بترول واحد انا سامو يقولي طب كويس يعني ده معناه انه لو البترول خلص زي ما احنا عارفين ان البترول مولد غير متجدد وبالتالي هينتهي ده معناه ان احنا ممكن نعتمد على صخر الطفل النفطي او الكيروجين اقولك والله اقوى احتمال في المستقبل لكن حتى الان اللي انا قلت ده يعتبر شيء نظري لانه علشان انت تسخن واحد طن من صخر الكيروجين الى 488 درجة مقوية هينتجلك في المتوسط 40 لتر وخود او بترول طبعا دي كما يقوليه جدا على التكلفة العالية جدا اللي انت ممكن تدفعها علشان تحصل على البترول وعشان كده بقولك انه يمكن لغاية دلوقتي تمام لحد دلوقتي بنقول انه لا الكيروجين ده ما اعتبرش من الصخور الاقتصادية لكن ممكن استخدامه في المستقبل بننتقل بعد ذلك الى الصخور المتحولة وهنجد ان الصخور متحولة زي ما احنا شايفين قدامنا كده هنجد ان الصخور دي اما انها متحولة من اصل ناري او متحولة من اصل رسوبي وده نتيجة تعرضها لضغط وحرار الصخور المتحولة بتنقسم لنوعين يقام صخور متحولة كتلية يقام صخور متحولة متورقة انا قلت له خد بالك انت عندك الصخور دي تحولت يقام بالضغط والحرارة يقام بالحرارة بس الصخور اللي تحولت بالحرارة بس هتبقى صخور كتلية زي ما احنا هنشوفها قدامنا دلوقتي زي تحول يبقى كورتزايت والحجر الجيري بيتحول الى رخام ماشي اما الصخور المتحولة المتورقة تمام فزي ما احنا شايفين صخور الطفل اللي بتحول الى ارتواز والصخر الطيني بتحول الى الشيست المتورق اخيرا بنجد ان صخر الجرانيت بيتحول الى صخور النايس ارجو اني اكون النهاردة اتكلمت معاك ودردشت معاكو في علم الجيولوجيا والاهمية بتاعته ويمكن ركزنا على اهم انواع الموارد يمكن الموارد المعدنية والصخور كان عندنا تركيز كبير جدا عليها ارجو ان انا اكون وصلتلك صورة وافية ومختصرة عن الدرس او العلم الى وان شاء الله نلتخم مع بعض في حلقات قادمة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة